السلام عليكم أخوتي أخواتي أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سنتأكدو من الخبر لكي الدولة عبر مواقع التواصل الجماعي والتي أكدو فيه باللي غدا إن شاء الله مع الـ 12 سيستدو جميع المحلات التجارية دي المواد الغذائية ونشوفوه الخبر وشو صحيح ولا غير إشعة أكدت بزارة الداخلية اليوم الخميس عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الإثنين يعني أخوتي أخواتيها تشغل إشاءات وأضافت الوزارة في بيان توضيحي على إثر رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتها متداول على تطبيقات التراسل الفوري وواقع التواصل الجماعي تدعي أنه سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشر زوالا يوم الإثنين أنه ليس هناك أي تغيير في مواقع اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدمات الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية يعني أخوتي أخواتي هاتشي يعني كله لكيد داول في مواقع التواصل الجماعي عبر الواتساب هو غير إشاءات والذي تصل بهذا المساج لا يوجد شيء صيف طوشي وحد أخر لكي نضعه من الإشاءة ونتمنى لكم الراحة والسعادة وإلى فيديو آخر إن شاء الله وإلى فيديو آخر إن شاء الله